العراق بدوره أكد على أن قرار السلم والحرب من اختصاصه دستورياً وقانونياً وأنه لن يسمح لأي جهة بمصادرته موجهاً رسائلاً متطابقة عن طريق الخارجية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية وغيرها بشأن التهديدات الإسرائيلية داعياً فيها إلى تضافر الجهود الدولية وإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية بما يصهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة طبعاً نستطلع موقف العراق من التهديد الإسرائيلي كما نشاهد هنا تحديداً عن طريق العراق وعن طريق رئيس الوزراء بنفسه قال بأنه رسالة إسرائيل لمجلس الأمن تمثل ذريعة للاعتداء على العراق ننتقل من السوداني إلى المجلس الوزاري للأمن الوطني كما نشاهد هنا قالوا بأنه نرفض شكوى إسرائيل الموجهة ضد العراق هذه الشكوى طبعاً قبل أسبوع وجهتها إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي وبالتالي اليوم العراق رد برد متطابق أما وزير الخارجية كما نرى هنا قال بأن الحكومة اتخذت خطوات للرد على التهديدات الإسرائيلية ننتقل إلى الجانب الكردي أيضاً كان له رأي عن طريق مسعود برزاني قال بأنه على العراق البقاء بعيداً عن التوترات وتجنب التورط بحرب غزة ولبنان وبالتصريح الأخير عن طريق حوشيار زيباري كما نشاهد هنا التصعيد ضد العراق متوقع نظراً لمواقف سياسية وفصائل عراقية احتمالات المواجهة بين العراق وإسرائيل قائمة خصوصاً بعد توجيه الأخيرة ضربات لفصائل مسلحة أين؟ في تدمر الواقعة في قلب سوريا التي يتواجد فيها لواء زينبيون والحرس الثوري الإيراني وفصائل أخرى إذن العالم برمتهم مشاهدين يترقى باحتمال تفجر الصراع بين إسرائيل وأذرعها بكل مكان اشتركوا في القناة